هذا الـ CD لها أدير حضرتك هو تسجيل صوتي لاجتماع اللجنة التي رأسها الأنبى بخميوس مطران البحيرة وحضرها الأنبى موسى صديق العمر الفاضل وحضرها أسقف الشباب دماتي أنبى موسى بيقف قدامي مايكريفونات يقولك إصلاح إيه اللي بتقوله عليه الكنيسة مش محتاجة إصلاح حضرها وبصوته وحضرها وتكلم بصوته وأنا أعرف صوته جيدا الأب أنصباص الصموئيلي وأيضا أسقف من المعالي اسمه الأنبى دانيال ما عرفوش وآخر وهذه اللجنة بالصوت اللي حدث تقدر تحطه دلوقتي على طبعا أنا لازم أتحقق الأول إيه ده عشان تسمعوا بتقول أن عدد الذين يشهرون إسلاما يوميا يتراوح بين تمانين ومتين شخص تمانين ومتين شخص؟ وإذا ما كانش ممكن إنه سيدي ده يتسمع دلوقتي على البرنامج دانيال ما عمدرش إحنا ممكن نسمعه لأي حد عايز يسمعه على الصيد بتاعنا من تمانين لمتين شخص وانتهت هذه اللجنة برئاسة الأنبى بخوميس وعرفت بلجنة الأنبى بخوميس إلى إن عدد الذين يشهرون إسلامهم سنويا في مصر في المتوسط خمسين ألف شخص لو ضربت خمسين ألف شخص في مدة طولها ستة وتلاتين سنة لا ما مش مش الخمسين ألف طول الستة وتلاتين سنة طيب لو ضربتها في الستة وتلاتين سنة حيبقى مليون وتمانية من عشرة حنقول إنه مش بالضبط كده خمسين حنقول إنه مليون وربع على الأقل تركوا المسيحية وأشهروا إسلامهم خلال هذه الحقبة مع العلم أن اللجنة بالصوت على هذا السيدي بتقول أن هؤلاء الذين أشهروا إسلامهم ما فيش حاجة اسمها خطف والناس كانت تستطيع أن تقول لا والسيدي أه